قصتنا النهاردة عن زوج شغال سواق توك توك اتجاوز من صابرين بطل القصة حقيقية النهاردة اتجاوز جواز سالونات اتجاوزها في شهر اكتشفت بعد الجواز ان هو بيشرب مخدرات على طول على طول بقى ضرب واشتيمة اختك كبيرة كانت بتديله فلوس وتقوله ديل سجيرك وحشيشك الاصعب بقى من كل ده انه كان بيجيب صحابه عندهم في البيت عشان يشربوا مع مخدرات لما صابرين اعترضت دخلت مامته وبابا اتخانق معهم كلهم عادي يكسر في الشقة اتكسر لهم مصورة الغاز تخيلوا يعني وصلت بيه العصبية ان هو هيعمل كده كان هيضيع الدنيا كلها بعد فترة مامته توفت واخته اتخلت عنه ما بقاش يصرف على البيت قال لسابرين خلي امك تصرف عليك انت وبنتك اخوات سابرين ضغطوا عليها عشان تتنازل عن القضايا اللي رفعتها في محكمة الاسرة خلوها رجعت له لما رجعت له كسر لها مناخرها بقت محتاجة لعملية ضرورية ده غير عملية تانية فانيها عشان تعرف تشوف بيها بسببه صابرين المرة دي قررت ان هي تعمل محاضر وترفع قضايا اللي يحصل يحصل قام جوزها نزل صورها حت صورها على الفيسبوك كتب كلام ما يصحش عليها او كلام ما ينفعش يتقل فتح دماغ مامتها بمفك وبقى يروح يبات تحت بيت مامتها يهددها نوعه يضربها بالسكينة المحكمة حكمت لها بخمسمائة جنيه هي وبنتها اللي عندها ثلاث سنين ما اخدتش الفلوس من شهر 12 اللي فات حياتها متبهدلة مش عارفها تعمل ايه وعشان كده منوارنا ومشرفنا النهاردة دكتور احمد علم استشاري لعلاقات الاسرية والصحة النفسية اهلا بيك يا دكتور اهلا بحضرك والله كله تمام الحمد والله حمد ايه رايك في قصة النهاردة يعني قصة من القصص برضو المأساوية اللي احنا عايزين دايما زي ما حدك كده بتلخي الضوء على القصة نفسها ونشوف لها حل ولكن احنا دايما بندق نقص خطر اعتقل من خلال برنامج حضرتك ومن بارك على ان احنا بنقول للناس بنحذرهم من بعض المشكلات دي عشان هم كمان ما عوش فيها يعني احنا نحل المشكلة او نتكلم على حل المشكلة لصابرين ولكن نوقز الالاف والمئات من صابرين الاخرى اللي ممكن يعقف فيها المخدرات دي ايه اخرتها اين هو طبعا المخدرات اخرتها ضمار ولكن احنا نتكلم اول حاجة هي اللي خليها ما تعرفش انه بيشرب مخدرات وانه حياته عاملة كده هو فترة الخطوبة اللي ما استمرتش غير شهر دي كده ما فيش فترة الخطوبة او فيه كرسة تانية يا دكتور ما بين السطور كده بتلك مش بيشرب مرتين في اليوم اللي هو الصبح وبليل عشان يعدل مزاجه هو بيشرب على طول هو عادي ان احنا بقينا عادي ان ممكن حد يشرب الصبح وبليل عشان يعدل مزاجه ويقولك انا مخدرات مش ادمان هو طبعا مش طبيعي ولكن هو طبعا اي حاجة مع الادمان بيحتاج منها جرعات اكتر فهو لما بياخد الجرعات دي ما بيتكفوهش بعد كده وبيفضل يتمال لا يعني مجتمع التكتك ده ممكن يقبلوا فيه ان هو يكون بيشرب الصبح وبليل بس ما يبقاش بيشرب على طول كده بيشرب على طول كده يبقى موت اه طبعا انما الصبح وبالليل مش مشكلة انا ده اللي استغربته في القصة يا سابرين يعني عادي انت لو كان بيشرب الصبح وبالليل كان عادي ايه ثقافة طبعا عايشين فيها ومجتمعهم عايشين فيه بهذه الكيفية انما انا بقى اول حاجة برمي اللوم عليها او على الاهل اللي احنا واحد يجيلي معرفوش بعد شهر او حدك ده بعد شهر ده انا يعني ممكن لو هقولها سافر مع واحد صاحبي اقول لازم تكون عارفوا شوية عن كده انما انا هتجوز واقيم حياة واخلف من واحد وانعيش حياتنا الزوجية وانا ما شفتوش طبعا هو كلمة شهر كمان هي كلمة مش حقيقية لان الشهر ده مش معناه انه هم كل يوم مع بعض هو الشهر ده ممكن يكونوا اصلا شوفوا شوفها مرتين تلات لا وحاجة تانية انه بعد تسع شهور هي مخلفة معقولة يعني الموضوع بالنسبة لها ما خدش وقت خالص طول دخلت بقى في النهية بعد الكلام ده كله فائت بقى على قصة المخدرات اللي هو بشروع اللي ممكن تكون يعني لحسيت له عقله او عملت له مشكلات ده حتى بتكلم دايما نقول حتى المتعافين من الادمان يعني هو كان مدمن ودلوقتي تعافى مالهم من حقهم طبعا يرتبطوا من حقهم ولكن انا برضو من حقي ان انا لو لو واحدة بتحب واحد او عايزة ترتبط بي وشافته انه هو كويس دلوقتي انما لازم تاخد حزارها كويس قوي لان الموضوع ده هيكون بواص بحاجات كتيرة في مخه مش شرط انه هو عشان تعافى يبقى هو اه ما بيشربش دلوقتي لكن ايه اللي بواص في الحاجات اللي هو كان بيشربها قبل كده عملت له مشكلات النسبة بتبقى كامل كامل المتعافين اللي بيرجعوا تاني لانه دي حاجة مهمة جدا يعني النسب المخدرات ممكن تكون اكتر من النص لا انا قصدي عشان يرجع تاني يعني متعافي بيرجع تاني يعني لو انا لو انا مكنتش لسه متجوزة وجاي لي بقى حد بتاع مخدراته لك حرام ده ربنا سطروا وبقى كويس واي كان فكسهم من الشعرات اللي اللي هو نسمعها ممكن اغيروا عشان يرجع يعني كام واحد رجع انتكس تاني ورجع المخدراتين وانا قلت لك يعني نسبة ممكن يكون اكتر من النص ممكن يكون اكتر من نصهم بس احنا مش مشكلة مش مشكلة هو رجع وانا مرجعش هو ممكن ما يرجعش بس يكون الدنيا اصلا عنده برضه بيزة بعد ما تعافى يعني حد يعني مثلا عمل حاجة باوزت له مثلا حد بيشرب سجار كتير وبعد كده بطل طبعه ده هل منعه انه هو ممكن يصاب بأمراض مثلا انتكت شوفت الكلام ده عندك في العياد دي دكتور يعني هو اكيد بييجي حاجات زي كده كتير واكيد مركز الادمان مليانة بامور زي كده وبكمان بعد ما بيودوهم بعد ما بيتعالجوا بتصرف عليهم الافات بيرجعوا انتكسوا تاني ويرجعوا احيانا يهربوا ويرجعوا احيانا يكسروا يبوازوا رغم ان اهلهم مودوهم علشان نا وستاتهم بتبايا اللي بتشتغل في البيوت احيانا انا شوفت القصة قدامي كده وتبايا اه عمالة يعني بتجيب له ومش عرفها بتجيب له لبن ما عافش بشربوا لبن كتير ليه ويعني العمالة تدفعه في الاخر بنتكس اه طبعا هو الاسف هو ده اللي هما بيعتقدوا بعض الاعتقارات الخطئة اللي هما بيلا اللي حدك بتشير اليه فهم بالنسبة لهم حياة وضع عايشين فيه بالمخدرات وانه هما بيقدروا طب يا ليه صابرينة جوزت بدري قوي كده ما هو عشان تهرب من البيت هي ليه ما هما ميتها مش متجوزة وبابوها متجوزوا عندها اخوات منه يعني اخوات من بابا هتهرب من البيت ليه بتأمل بتأمل في الافضل من العيشة اللي هي عايشها بتأمل دايما الجوازات دي بيأملوا في الافضل من العيشة اللي هما عايشها رايحة بيت عيلة اه ما هي رايحة بيت عيلة ورايحة كمان حتى ما دخلتش على العيلة تشوف ان الاخت دي اللي هي اللي عمالة تدي الولد ده فلوس علشان يروح يجيب بيها المخدرات بتاعته في الاخر قالت له لا والله مش هادر بقى عاملك حاجة انت بقى أصرفه على نفسكو انا عايز افهم الظاهرة دي لانه انا بشوف في اغلبية العيلات بتبقى دايما الاخت الكبيرة بتبقى مسيطرة الام بتبقى غلبانة جدا والاختي لما شيل لك كلها وقعدة بتعادي في مرات اخوها ليه اه اولا هي حتة انها مسيطرة يمكن هي الام تبقى تعبانة كبرت في السن عندها شيخوها فهي خدت الدفة خدت الدفة انها من الاخت الكبيرة وان هي بتعمل كده بتستميل اخوها ناحيتها او هي تكون عندها حب زائد لاخوها فبتعمله الحاجة اللي بترضيه انت بتفرح بالحاجة دي انا اعملها لك ما يدفلي ما هي بقى منهم اه احنا بنقول كده هي بالنسبة لها بتحاول تسعيده بتحاول تسيطر عليه ما هي اسباب معينة كمان حتة ان الاخت بتليه بمشكلة مع مرات اخوها لانها في اعتقادها ان هي جاية تاخد اخوها منها تعرف ان احنا تواصلنا معها ومع فريل اعداد وكده ان اختات دي قبل اخته دي قبل كده ضربتها وخربشتها ومش عارف ايه وكد خنئة ازاي هو ما اخدش موقف ايه جزء يعني اه اعرف ان اختي ضربت مراتي او ان امراتي ضربت اختي وانا ما اخدش موقف لان هو واحدة بتنفق عليه واحدة يعني يعني اللي بينفق هو اللي الكلمة العلي اكيد طبعا وبعنين هو واضح ان فيه بينهم بعض علاقة حب كبيرة الاخ والاخ ان هم بيعزوا بعض بيقدروا بعض بيحبوا بعض ان كان بيعملوا حاجات غلط ده ان هي بتصرف عليها عشان ييب مخدرات بتصرف عليها تقوله خد الفلوس دي انت بس كده عيش حياتك بيها واللي انت تجيبه وتكتك ده حاجات تانية انت كده بس ايه تقوى على نفسك انما انا مصاريفك ولا علي فلما واحدة تعمل كده مع اخوها حدرت تتوقع انه هو ياخد منها موقف حازم لما تيجي تبدي ايه ده على زوجته اذا كان هو نفسه عملك اذا كان هو نفسه لما لما هي كانت حامل ضربها ضربه مبرح واعتدى عليها واصابها وحتى الان هو فرضه اصلا شغال في الموضوع ده فبالتالي هو واضح انه هو عنده اصال العنف اخته عندها اصال للعنف حبهم لبعض وهم الاتنين او ارتباطهم ببعض بوازهم هما الاتنين طب سيكولوجية الرجل اللي يجيب رجالة في البيت ويعودوا يعملوا اكنهم بدهم يروحوا غرزة انت خلاص تمود من وخلاص بقى ردعت مني انا جايب صحابه في البيت ايه سيكولوجيته عاملة زي اولا احنا منقول طبعا اكيد لا عنده غيرة ولا عنده نخوة ولا عنده شهمة ولكن برضو نرجع نقول ان السبب اللي مخليه حضريك بتتكلمي بالتفكير المنطقي اللي احنا منتكلم بيه احنا الاتنين انما هل هو عنده منطق المدمن ده هل حضريك متخيلة انه هو عنده منطق في الاشياء يعني كنت سيما بيقوله ممكن يبيع اي حاجة عشان جرعة زيادة طبعا عنده حاجة مش موجودة طيرة من دماغه فبالتالي حضريك هو ما بيتصرفش بالمنطق اللي احنا منتكلم به هو بيتعامل بانه هو ما فيش منطق لا منطق ما تحرك ما تقدريش تقولي اه هو عمل كده عشان كده لا ما تحسبها لهش بالشكل ده خالص ما تقوليش هو هو لما رح هناك قصواش تالي كذا عشان هو لو كان يعني هو الكلام معاه مش هوادي ولا يجيب هو مش وعي اكيد بالنسبة للحالة دي تحديدا وكترة المخدرات اللي بيتعطاه هو ما عندهش وعي تماما بالهزم طب لما هو يهددها كده انه هو هيقطع وشها انه هو مش عارف ايه مش احنا مفهود نخاف عشان هو ممكن ينفذ الزوجة طبعا الزوجة لازم تخاف طبعا وانه هو نزل صور قبل كده على الفيسبوك وكتب عليه كلام ما ينفعش وعلى مراته اشوفي حضرتك هو بعد كمان يعني هو اصلا من غير ما نعرف حالات هو لازم نخاف بس بعد الحالات اللي احنا شفناها انه فيه ناس فعلا من قطر ما الدنيا معاهم مش شايفين حاجة ما بيفكروش بتفكير منطقي وصلوا لمثل هذه الامور فاحنا برضو لازم نعمل حساب للتهريد ده في النهاية تلجأ لطرق قرونية وتبتعر عنه في الفترة الحالية لحد ما تلجأ لطرق قرونية بتاعتها بتاخد حقها عشان كده بقى عايزي الناس مع رأيي القانون معنا مدخلة مع الاستاذ عبدالغاني السماحي المحامي بالنقض الو الو ازاي حضرتك اخبارك ايه كله تمام الاستاذ عبدالغاني عايز اسألك بعد دلوقتي لما حد يهددني او زي ما جوز سابرين بيهددها ايه الاجراءات القانونية لانا مفروض اخدها لو انا خايفة بجد والله يبصي يا مشكلة سابرين زي ما سمعتها كده هي تتلخصينها عندها جهل شديد بالقانون اه وجهل شديد بحقوقها لان هي المفروض اول حد يهددها المفروض تعمل ضده محضر بعدم التعرض بحيث ان هي لو اعصبها او هددها تاني باي شيء خلاص هو ده المنتعمل اول يبقى هو المقصود خلاص قدامه قانون ما فيش غيره بالزبط يعني هي مفروض اول حاجة تعملها انه بعدم محضر بعدم التعرض بالزبط طب ولو هو بقى نزل الصور على الانترنت ده ليه عقوبة قانونية اه طبعا طبعا ايه بقى اسمها ايه في قانون جريمة الكترونية القانون المصري بيحمي فيها المجن عليه والمتهم فيه بيسم لو فلما باحث الانترنت عاملة شغل هايل هايل يعني انا شفته حتى بلعناها كذا مرة انه موقفين حاجاته جدا اه منتشر جدا فتر خير للأسف وبتزاز وسرقة اكاونتز وحاجات غريبة بتحصل هو اللي بيخلي المجنع ما يلدي اكيد السلطات المختصة اه طبعا لان فيه ادارة خاصة دي ما باحث الانترنت في كل مدرية لو تتلقى البلاغات دي طبعا طبعا عيسى حرك بقى هو لما بكون واحدة متجوزة وبترفع قضية نفقة هي لازم تبقى متطلقة الاول عشان ترفعها ولا بترفعها هي متجوزة عادي لا طبعا ترفعها هي متجوزة عادي عادي وهي متجوزة ليه نفقة الزوجية ماشي طب هو يعني ايه بقى حكموا لها بخمسمائة جنيه ازاي بيحكموا بالارقام دي الارقام دي بتحاسم وفقا ليه يسر الزوج او عسره يعني هو دخله ايه فمثلا واحد دخله عشر تلاف جير واحد دخله مئة ألف جير واحد دخله ألسين مش دي اللي سعب بيتلايب فيها يا أستاذ عبدغاني في القانون وتلاقي كتب حاجات باسم مامته وكتب حاجات باسم أخته وكتب حاجات باسم بابا عشان ما يدفعش العيال ويعاديها طبعا دي كلها طبعا حاجات الاسف موجودة وفي ظن الحالة اللي قدامنا دي طبعا أكيد تاكله طبعا يعني مش أكيد مفيش دخل أساسا يعني ده وقت يعني هو محكوم قدام القانون يعني محكوم عليه انه هو أصلا ما بيشتغلش يعني هو هو يعني دي الصورة اللي متاخدع عنه انه هو ما بيشتغلش عشان كده حكموا 500 جنيه ما الـ 500 جنيه حضرتك هو العطي اللي بيقدرها بناء على ايه بقى ما هو بناء على دخله تحريات وده دخله شغال ممكن يكسب كام في الشاصة احنا بناخد كام في المية من دخله تقريبا الكل الديون ما تتعداش 25% آه المفروض انها متتعداش 25% من دخله طبعا 500 جنيه انا عايز اقولك بالنسبة للحالة اللي احنا قدامنا قدامنا دي هي اعتبر مبلغ كبير يعني مش عايز اخدر المكان بجد؟ بس ده كان بيصرف 3000 جنيه على الحشيش ومخدرات اختي بتدهم باستكترين على 500 جنيه اه يعني 500 جنيه انفعل طفل عندها 3 سنين يا اساس عبدالغني هتكول ايه وتشرب ايه ويتغير كوافيل ويه 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 ده ده 500 جنيه لا طبعا اولاد جده ده هي الواحدة عايز عليك بـ 18000 في النشط راجع من خير ما دي برضو حضرتك يعني القفة دي كلها للاسف كوارث يعني ما انت اقول لي بقى المفروض بقى الاجراءات القانونية للمفروض تاخدها اه اه لو حللنا الموضوع كده هو بـ ممكن نقسمه نشقيه شك خاص بقانون الاسرة طبعا هي عندها المفروض ترفع نفعة زوجية وترفع نفعة صغيرة تمام؟ اه وبناء على ان هو ما بيطرفش عليها المفروض بعد كده ترفع طلاق للضرر اه حلو جدا فيه خمس حالات في القانون المفروض ان هو من حق الزوجة ان يتطب فيها الطلاق للضرر ارجوك قولهم لي عشان برضو اللي يتفرج علينا يبقى عارف الحالات المزيدة وحدها فيه ثلاثة يعني فيه ثلاثة الضرب تقريبا والمخدرات الطلاق لتعجي الزوج بالضرر اه والطلاق لهجر الزوجة والطلاق لسفر الزوج والطلاق لعدم الانفاق والطلاق لاستحكام الشقاق والخلاق احنا عندنا ثلاثة حاجات ما في قصة صابرين دي الضرب اللي هو الشقاق والخلاف عندك شقاق والخلاف عندك ضرب والحاجر طبعا لانه اكيد المخدرات مخالية عصم مش شايف قدامه خالص المخدرات دي بقى شقة تانية ده شقة جناية يعني انت شقة جناية في الموضوع عندك حاجتين هو بيدربها ويدربها واثر على عينها وفيه المادة 240 في قانون العقوبات التحديد انتكلمت عن الموضوع ان واحد يضرب حد ويؤثر على بصره ايه بقى بصره بس ولا عليه كله النوع العلاج ياخد اكتر من 21 يوم لكن المادة تحديدا ذكرت البصر ايه بقى قالت ايه المادة قالتك ان انفصال عده فخر من فاته او نشأ عنه كف البصر او فقد احدى العينين بيحصل ايه بقى ايه العقوبة انا شفتها قدامي قبل كده والله العظيم يا اساس عبد الغني وكانت خناءة وعيال صغيرة ومدارس متعلمين وعيالهم يعني اهالي مربية عيالة كويس جدا وكان حد منهم اطارت عينيه في خناءة والقاضي ما سمحش يعني وتحبسوا العيال بثلاث سنين يعني ده قبل الميت ياخد ثلاث سنين ده يعني لو بسم الله الرحمن الرحيم كده عنيها نشوف بقى الباقي يعني هي تأمن نفسها ازاي دلوقتي تعمل اول حاجة المحضر اللي حرك قلت عليه بعدم التعرض ده هي تعمل محضر بعدم التعرض الحاجة التانية هي دلوقتي عندها محكم لها كمسومة جنيه نفقة المفورد ترفع دعوة حبس بمتجمد النفقة وبعد دعوة الحبس بمتجمد النفقة ترفع طلاق للضرر هو القانون بعمل لها مظلة حماية كبيرة جدا ولكن هي للأسف خفها من المجتمع اللي هي عايشة فيه طبعا لا والإخوات بيأثروا علي انه انا تنازل عن القضية عشان اروح اعود معاهم فلاي حد بيصرف علي برضو هي بينها وبين نفسها واحدة واصل غاية ستة ببدائي تعليم برضو إخوتها مش عشقاء للأسف فطبعا مش مهتمين بيها لو هي طلبت منك المساعدة هتعمل كده انا عارف انا مش محتاجة اسألك السؤال ده انا عارف انا عارف اجد عنتك ربنا يخليك ليه ونورتيني مرسي جدا مرسي جدا مستعب لغني السماحي يا راجبا ان اخوتها مش عشقاء دي يعني انا نهية المكالمة عوصيز عبدالجاني عند اخوتها مش عشقاء لما انتم مش عشقاء بتتحكموا فيها لي يعني انا عايز افهم كده هو الاخ الشقيق غير الاخ لمش عشقاء في علم الاجتماع او علم النفس المفترض لا ولكن هي حتة ان هو ما ترباش معاها وما عاش معاها طفولته يعرف حراك بيبقى فيه ذكريات وفيه طفولة وفيه تقارب لا بس انا عايز اقوله حراك حاجة وحراك صلى حالي بيلك دايما ان اخوات الام بيبقوا شقاء اخوات الاب ما بيبقوش زي اخوات الام ابدا يعني حتى لو انا هم اخواتي شقاء من امي غير اخواتي شقاء من ابويا بيلك الام دايما بتقرب ده بجد؟ يعني المفترض لو ام مثلا عندها الحنية وكلام ده كلهم بتقرب الاب يمكن يبقى مشغول بمشغوليات فامرات الاب مش هتعوض الام مش بتعوض الام فبالتالي ده ممكن ده مثال فعلا ينطبق عليها وينطبق على الحالة دي ولكن هي حتة ان احنا بننطبط بإخواتنا بذكرياتنا وبحياتنا معاهم واللي احنا بنلعب وتربنا مع بعض ونشأنا مع بعض في بيت واحد بنأكل بنطبق واحد طيب ما هي مامتها وقفة معاها ما هي وقفة معاها بس انا اسمع كريم اخواتي ليه؟ على اعتبار ممكن يكونوا هما برضو للمسيطرين ماديا ممكن هما يكونوا بيصرفوا على البيت فبالتالي وهو ما هو بيصرفوا على مامتها اللي من ابوها؟ لا مش على مامتها نفسها ولكن على وجودها هي نموة انا اللي شفته في القصة ان هما قالوا لها انت مش هتيجي تعيش معانا او هتيجي تعيش معانا فمعناء ارجع الجوزك عشان متعشيش معانا ده اللي هي قالته في القصة لو هتتطلق يعني هتعيش معهم اه ده الكلام اللي قيل على سنة فبيتالي هم مش عايزين نتعيش معاها مش عايزين نصرفه عليها نيادلاتي عادة مع اخوها الكبير فعلا طيب هو مش عايز يصرف عليها اكتر من كده او هيصرف عليها فترة بعد كده مش هتحملها بقيت الفترات هي عايز اقول لها حركة هي ومأزق حطت نفسها فيه من الاول انا بطبعا خلاص اللي فات مات ولكن احنا في الوضع الحالي ولكن ده كله منشوف تطورات الزواج السريع تطورات ان انا نطبط بحده معرفوش تطورات ان انا يبقى في حياتي مدمن عايز اقول لها حركة ان المدمن انا بعتبره هو خطر على المجتمع خطر على قصرته وخطر على نفسه هو كمان وممكن يؤذي نفسه هو كمان وممكن يؤذي الاخرين فبالتالي بناخد بعين الاعتبار حتة ان هو هددها وان هو اساسا ليه سوابق ضرب معاها وليه سوابق اصابات عملها اللي وصلتها لمهدئات المهدئات دي لها تأثير علينا اكيد طبعا لها تأثير بتعمل اي يا دكتور لو طورنا فيه اي كيميكال زي انا بدخلها في جسمي مع الوقت انا بتعود عليها ما بتعرفش تحيش من غيرها دي بتأثر على جسم اعراض الجانبية احيانا احسن ما يجي لك الضغط والسكر هيحرك اي ادوية لها اعراض جانبية لها طبعا سايد ايفيكت مختلف عن انها تكون حاجة طبيعية او ان انا بتعايش بطريقة الطبيعية ووضح ان هو جاب لهم كلهم حاجات حتى ببنت ان هو يهبدها في الحيطة يعني طفلة يخبطها في الحيطة يجيب لها سرع ووضح ان هو تأثيره صعب عليهم كلهم اكيد وعشان كده دايما بنقول ان اللي بيروحوا عيادات الطبيب النفسي وهم ضحايا المرضى النفسيين طبعا مش المرضى ليناك هم الضحايا فعلا مش المرضى النفسيين هم دول اللي بيلجأوا النهاردة هي الضحية هي اللي بتلجأ هو راح اشتكى عملش حاجة وعمال يضرب ويأذي ويعور ويصيب ويهدد ونوما اشتكاش انما اللي بيشتكي واللي بيعاني هم الضحايا بتوعي اصرة بحالها بتشتكي طبعا عندنا اللي هي بيخلفها بابنة او بنت الزوجة نفسها اخوتها امها اللي هو ورده اصابها طبعا فهو ماشي يعمل كل ده في قول الناس تهديدات كبيرة جدا هذا الشخص لابد انه هو يخاف يعني يخاف قانونا انا مش هخاف ان احنا هنقول يجيبوله رادع يعني اصدق انه مالوش كبير يشتريه بير لازم رادع من الشرطة اه لازم رادع من الشرطة او من الاحكار ايه وده بلا هفتم معك بيبقى تنصح ان ايه تعمل ايه انت رأيك ان ايه تعرف ترفع فانا عليه انه تعمله محضر عدم تعرض اكيد طبعا طب ده مش هيخليه قدي نفسيا انه يرجع عليها ازياء تاني اكتر ما هو اساسا ازيها ما هو ضربه لعور على العينه ما هو دلوقتي ازيها وهي اصلا ما ازيها فعلا منه وهو اصلا مش متوقف عن ازاقها فانا بالتالي بازا هو بقى مش خايف ومش عامل اعتبار مش عامل اصلا تي كلها اعتبار وما فيش حد عارف وقفه عند حده القانوني وقفه عند حده فبالتالي ترفع العضاية تاخد تأسلك المسلك القانوني والاستاذ حراركي جيبتيه المحامل استاذ عبدالعزيز قال حاجة مهمة جدا قال هي ابتجهل بالقانون فلازم يبقى فيه عندها حد قانوني قوي يقدر يوقف معها في هذه المواقع فهذا الشخص لا ينفعش معها حاجة غير القانون تفتكر حضرتك لو كلمنا من هنا للسنة الجاية هيستجيب تفتكر حركة نصحة بالنزولة هيستجيب التعامل النفس الطيب هيستجيب معها خلاص هو مش هيستجيب إذن لازم يتهدد بحاجة هو كمان ويخاف ويخاف انه هو يقرب لها ويبقى يعرف انه هو يعطي لها حقوقها وطبعا تطلع منه انا ما تطلعش يعني حركة يعني انا دايما احنا دايما حركة بتحطي للسؤال ده وعارفة ان انا دائما ان احنا كمتخصصين بنحاول نقول من الناس ما تطلقش ولكن انا عندي حالات ما ينفعش حد الجيلي بخيانة كاملة مثلا بمخدرات زي كده بإيزال النفس أو قتل أو تهديد وقول لها خليك عايش معا الحد ما يموتك والحد ما تخلص منك مرضيك أصلك من الخيرك بكريك صدد تلعتي حالتي بعده يموتك وبعنها هتعيش معا من أجل ايه هتعيش معاها هو ده حد مثلا همستعد ان هو يحميها ولا يكون سند ليها ولا يعطف عليها هو فين مخلوقات ولا هيربي البنت فما تطلعش في أسرة مفككة ده إيه لو تربت معاها تربت في بيئة غير صالحة أنها تطلع حاجة صالحة في يوم الأيام هو وأخت وأنا كمان بستعجب في الزمن اللي احنا فيه وفي الظروف الاقتصادية كل الناس بتقول الماديات معينا قالت عن أول الواحدة بترمي 4000 جنيه وهي واضح أن هي من بيئة فقيرة ولا ثلاثة أربعة عشان أخوة يشرب مخدرات يعني طب إيه الأولى تعملوا بيها ومشروع عود تاني مع التوكتوك ده تعمل أكل نفسها ولا مشروع ولا حاجة تدر عليها دخل ولا ترمي كل شاركة أنها بتحرق هذه الفلود في وقت كل الناس في حاجة إلى الأموال حتى في أي وقت فأنا مستعجب جدا أنه هم كمان في بيئة بسيطة هو بيشتغل سواء توكتوك يعني مش مهنة كبيرة جدا وحالان مش واضح أنه ما بيشتغل وتعمل في نفسها كده على الفاضي تروح بترميله 3000 جنيه ولا 4000 جنيه كل شارك علشان يضم لا يصلح أنه يكون زوج أو أب لا يصلح وهي أو حتى بنا آدم سوي أكيد طبعا هو طبعا بالوضع ده نورتيني مسيجد يا دكتور مسيجد مسيجد مسيجد